بعث رئيس النظام السوري بشار الأسد رسالة غير مباشرة للدول العربية التي همت في تطبيع العلاقات مع نظامه مفادها إنه لا مزيد من تقديم التنازلات تحت عنوان الانحناء للعاصفة واعتبر خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور دمشق زيارة الأخير تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات العالمية وما تفرزه من تحولات إقليمية بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام وتابع لن نقدم مزيدا من التنازلات تحت عنوان الانحناء للعاصفة معتبرا أن هذا العنوان كان السبب في تعزيز السياسات الاستعمارية عبر العالم وخسارة الشعوب لحقوقها وحياة أبنائها وأوطانها وفق تعبيره أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات العالمية وما تفرزه من تحولات إقليمية هذه التحولات التي أتت لتثبت صحة المبادئ السياسية لكل البلدين والثبات على هذه المبادئ هو الذي يعطينا القدرة على توجيه الأحداث ونتائجها في صالح دولنا وشعوبنا بدلا من أن نكون كقطعة خشب ملقاة في البحر تأخذها الأمواج حيث تشاء هذا المخاض العالمي والأقليمي بحاجة للمزيد من التمسك بالثوابت بالحقوق بالسيادة بالدفاع عن المصالح لا تقديم المزيد من التنازلات تحت عنوان الانحناء للعاصفة هذا العنوان الذي كان السبب في تعزيز السياسات الاستعمارية عبر العالم وخسارة الشعوب لحقوقها وحياة أبنائها وأوطانها اشتركوا في القناة